السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الأعزاء أهلا بكم في قناتكم جروتري النهاردة هنتكلم عن شجرة الليمون صيدلية البيت شجرة مهمة جدا لأي بيت شجرة الليمون لقدامنا دي شجرة الليمون بنزهير أو بنسميه الليمون البلدي هي بيكون فيها الشجرة بيكون فيها شواك لكن شجرة قوية ومنتجة النهاردة هنتكلم ازاي نقدر نحصل على انتاج طول السنة من الليمون احنا قبل كده شرحنا طريقة التصويم تصويم أشجار الليمون علشان نحصل على صمار طول السنة صمار بالشكل اللي احنا شايفينه لكن احنا السنة دي ما عملناش تصويم وعلى الرغم من كده نحن في شهر 12 وزي ما احنا شايفين صمار كسيفة على الشجرة والمنظر اللي احنا شايفينه بسم الله ما شاء الله لقوة عيلا بالله لمن فضل ربنا صمار كتيرة ودي لأسباب نقولها ونحن بنشرح وفيه طرق مختلفة علشان نحصل على صمار طول السنة من شجرة الليمون اول طريقة اللي احنا عناها طريقة التصويم وهنسيب لينك الفيديو في صندوق الوصف لو حد حابب يشوفه تاني طريقة في الليمون اسمه ليمون اربع فصول او الليمون الشهري الليمون الشهري بيكون فيه صمار طول السنة اه على مدار الاربع فصول يعني اه هو مش متوفر في مصر بس موجود بكسرة في معظم الدول العربية طريقة التصويم اللي احنا قلناها مش بتنفع اي مكان لان في الاماكن الحارة صعب جدا موضوع التصويم اللي اشجرت تأثر جدا بدرجات الحرارة العالية لكن احنا هنا في اماكن معتدلة في مصر في اماكن معتدلة ممكن نصوم الاشجار البنزهيري اللي قدامنا ديت اشجار الليمون البنزهير اه والاشجار ما تتعثرش قوي بس الطريقة ديت مش مستحبة كل سنة طريقة التصويم لانها مجهدة جدا للشجرة اه ده طريقة التصويم صعبة جدا في الاماكن الحارة علشان كده بننصح الدول العربية اللي هتزرع الليمون اللي هو اسمه اربع فصول ممكن تجيب اه شجرة شجرة وتزرعها في البيت عندك اه تحصل على انتاج اه طول السنة بدون اي معاملات اه زي معاملات التصويم ان شاء الله تحصل على انتاج طول السنة بس طبعا مع التسميد العضوي وطبعا في شهر 12 وطبعا التسميد بالن بكي في بداية التزهير بداية كل تزهير ننصحك اللي انت تازع سمد ان بكي بس طبعا التسميد اللي ان بكي في الشتاء ما لوش اي لازمة لان النبات ما بيمتصش عناصر في الشتاء يعني تكلفة عالفاضي لكن اه دي تاني طريقة ممكن نحصل فيها على انتاج اه طول السنة من الليمون طريقة ان انا ازرع شجر ليمون شهري في الاماكن الحرة الطريقة التالتة اللي احنا نزرع ليمون بنزهير زي اللي قدامنا احنا السنة دي ما صومناش الشجرة بس عشان تحصل على انتاج وفير بالشكل ده مش اي شجرة تنفع ان انت تزرعها في البيت وهتنتج بطول السنة لها شروط اولا لازم تكون الشجرة الليمون اللي احنا نزرعها في البنزهير لازم يكون ناتجة من البزرة ما ينفعش اللي هي مطعومة على عصر الارينج ما ينفعش مش هتحصل على انتاج طول السنة هتحصل ممكن رضيف بسيط كده انتاج قليل ممكن لكن الليمون البنزهير اللي هو ناتج البزرة بيكون شجرة قوية جدا زي اللي قدامنا دي شجرة قوية جدا والصاق كل ما كبر معانا الانتاج بيزيد على الرغم من ان الشجرة فيها افرع جفة كتير داخل الشجرة لان انتاج انتاج طول السنة مش عارفين نقلمها من زيل النواشف فيها انتاج طول السنة على الرغم من كده لكن الشجرة بسم الله ما شاء الله انتاج متميز شجرة الليمون البنزهير لازم تكون ناتجة من البزرة ويكون الصاق قوي وعلشان احصل على شجرة قوية لابد من التسميد العضوي كل سنة ولازم نغير مكان الحفرة اللي احنا بنحط فيه السمات كل سنة علشان الجزور تنتشر في كل مكان وطبعا نبعد عن الصاق الليمون شجرة الليمون بحوالي متر او متر ونص شجرة زيديات بنبعد عنها حوالي متر ونص لانها شجرة كبيرة جدا كل ما زودت التسميد العضوي الشجرة الساق هيكبر والشجرة حجمها هيكبر وبالتالي هتحصل على انتاج سنوي يعني في الاعمار الصغيرة غالبا مش هتحصل على انتاج سنوي انتاج طول السنة بعد ثمان سنين او سبع سنين لو انت معاك صبر يعني ان شاء الله مع التسميد العضوي وبجانب التسميد الكيموي لان بكي هتحصل على شجرة قوية ولازم اهم حاجة نحط تسميد العضوي كل سنة في مكان مختلف واحنا بنحفر من 11 جزور رئيسية يعني نحط السماد العضوي يكون قديم متحلل على اول ما نلاقي جزور رئيسية ونقف الحفرة ونحط السماد ونردم وبعدين نس قرية غزيرة دي اهم نقطة علشان تحصل على انتاج طول السنة شجرة الليمون البنزهير زي ما احنا شايفين شجرة قوية جدا وانتاجها غزير جدا وما بتبخلش على صاحبها طول ما هو بيرعاها وتاني نقطة الري المنتظم شجرة الليمون شجرة بتحب الري شوية لو حفرت في اي مكان حوالين شجرة الليمون هتلاقي الطربة نشفة لانها شجرة قوية جدا بتحتاج مية فالري المنتظم مهم جدا علشان الشجرة تجمل معايا بسرعة وعلشان تديني انتاج طول السنة فالري المنتظم مهم جدا وطبعا المكافحة الحشرية لازم نرش في شهر 12 زيت معدني ولو هي عليها صمار يعني نستبعد شوية المبيد الحشري ممكن نرش في زيت معدني فقط زيت معدني شتوي في شهر 12 علشان ما يحصرش باق دقيه وحشرات قشرية لانها مدمرة جدا لشجرة الليمون دي اهم نقطة بنهتمي بيها في رعاية شجرة الليمون علشان تديني صمار طول السنة زي ما احنا شايفين قدامنا اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة دمتم في رعاية الله وامنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة